ضيفة اليوم بزيد عليها شيء كتير مهم وهو انعكاس الإضاءة وأيضاً انعكاس صورتنا الشخصية وذلك لأنه تخصص بالإخراج والتمثيل باتريكا خليل هو ناقد للموضة ذو خبرة أكثر من عشرين سنة هو مخرج أيضاً واستشاري مظهر باتريكا خليل ذو خبرة بالإخراج الفني شملت العديد من المسلسلات العديد من الدعايات الفاشن شوز وأيضاً الفوتو شوز باتريكا خليل أهلاً وصحباً فيك معي بفقرة فاشن صباح الخير باتريكا بدي أقول لك مبروك على اللوكيشن الجديدة لمكتبك بجوني خبرنا أكثر أي متل الافتتاح وشو تتضمن هاللوكيشن؟ هي بتتضمن كل شيء اللو علاقة بالإمج كونسولتنسي ويعني حيالله اليوم صبية أو سيدة عم تحدر لحيالله إيفانت إن كان خطبة إن كان زواج إن كان كتب كتاب أو حتى إذا عنده أي سؤال اللو علاقة بالمظهر نحنا بنشتغل عليه فروم أي تو زي نعم باتريك خلال خبرتك التوبيلي في كتير تغيرات ترأيت على اللبوضة وأيضاً ترأيت على الأخراج الفني خبرنا شو اللي فرق لألك من خلال تجربتك على بكل هالسنين صرنا مور براكتكال مارينا ما بقى الآن الأتيكس دائماً موجودين نعم ودايماً موجود عنا النورم والأي بي سي دي دائماً موجودين ولكن بتحس العالم صاروا أكتر براكتكال صاروا عمليين أكتر ما بقى الموضة تغيرت الأسعار تغيرت الكواليتي تغيرت بعدين بوجود الأونلاين شوبينج هيدا الشيء اللي أثر أكتر على الموضة واللي خلى إذا بدك يصير حيالة موضايل موجود على السوشيال ميديا بمتنوى للجميع طبعاً نعم حضرتك نائد للموضة باتيك في كتير ناس تعتبر أنه نائد الموضة هو تجريح نعم أو بولين أو تنمت نعم أول شيء بدي أسألك أنت على أي أصص بتبني نائدك وهل في ناس بتزعل منك لما بتنتقدها هلأ صراحة ما في حدا بيزعل لأنه أنا طريقتي ما إلى أي علابة التجريح حلا بالتنمر هي توجهية أكتر يعني مور إمفورماتيف من نعطي معلومات وبنفس الوقت أنا بشوف تفاعل الفانز مع فانزات الفنانين هذا بيكون كتير لزيز بتواصلوا معي دائماً وبيخافوا على نجماتهم والحلو أنه لما أحكي شيء خلينا نقول ناجاتيف نعم بيتقبلوا بكل رحي بتصدر لأنه منكون عم ندل على الخطأ بشكل كتير لزيز ومهضوم بدون أي تجريح ناقد بناء يعني بيكون أكيد ناقد بناء وبعدين لازم هنا ما يزعل وراح للك ليش لأن أوقات بنفس الحلقة منتناول اثنان لوكس لفنانة أوقات بيكونوا بوزيتف أوقات بيكونوا بوزيتف منكون إيجابيين ناقد بيكون فيه أغلاط مش من الفنان يعني أوقات بيكون فيه أخطاء تنسيق ما لازم يسعى ما في شيء برسنل بقى بشان هيك هنا بعدين الطريقة كيف أنت عم تحكي مع المشاهد بيعرفوا هنا أنه ما فيه أي نقطة تجريح أو أي نوع من التنمر بشان هيك أنا علاقتي بالنجمات أولاً وفي الفنزات الثانية سوبر منيحة نعم باتيكل أنت حضرتك استشارة مظهر إمجج كونسلتن صح فيتين الناس بفكروا أن الإمجج كونسلتن هو نفسه الستايلست فينا من خبر المشاهدين شوية شو الفرق بيناتهم فرق أن الإمجج كونسلتن بيعتنب كل شيء يعني بيقدر يزبط الصورة طبعاً الكلين طبعه حتى كيف بده يعني أنا ديلي بيسس كيف يظهر للناس بشغله وهي منى حصراً للنجوم ولا الفنانين يعني أنا اليوم إذا عم بيشتغل مع ناس بيشتغلوا كبانكرز البانكرز بيكون عندهم كتير مؤتمرات بيكون عندهم كتير اجتماعات بيكون عندهم كتير سفر وكمان من الأشخاص اللي بنقدر نشتغل على مظهرهم كل يوم كيف بدهم يقدموا حالهم كيف بدهم يتحدروا ليكونوا مثلاً بميتينج بيجع من الميتينج بيكون عندهم إفنت بالليل كيف ينقلوا كيف يعرفوا شو يلبسوا من أكسسوريز من لبس وأوقات نفس القطعة بشغلة صغيرة ممكن تحوليها تصير لإفنت بالليل يعني وكمان الإميش كونسلتان بيقدر يدلون أكتر كيف يزهروا صورتهم على السوشيل ميديا شو القصص اللي نزلوها شو القصص اللي ما ينزلوها بيقدر يدخل أكتر إذا بدك مش بس شعروا ميكاب حتى بوتوكس وفلير إنه ينعملوا بشكل ما يكونوا يعني بيقدر يعمل بالنس على كل الأصعيدة مش على صعيد واحد مش بس إنه نسأنا تياب لا هي أبعد من هيك بكي لأنه في دراسة للشخصية مثل ما عم بتقول لا تبين لا تبرص الشخصية للشكل حتى طريقة مرينا كيف الواحد كيف السيدة مثلا كن في عندها تعرف تمشي بالفستان منعطيها تريكس منعطيها عوات صفوف كيف تمشي مظبوط بادي لانجوج يعني منتطرق لكتير أمور ومش بس الامج كونسلتنت هو بيكون فيه فريق عمل يعني هو ما بس بتروح للا الامج كونسلتنت لأنه الامج كونسلتنت بيعتزا بدك الـ لكل الفريق اللي عم بيشتغل مو بس فيه بيكون أكيب حتى وقت بنشتغل مع بسيكولوج مع لايف كوتش كمان لأنه بيكون فيه أسس معينة إليه علاقة بالكونفيدنس وضروري هيدا شي نشغل عليه يعني القطعة الحلوة ما بتغنيك وما بتعطيك السقة زل أنت من جوه ما أنيك حاسي حالك واسع من حالك نعم شوهو الشغل بيصير على الخارج وعلى الداخل من الانر لبره من الانر لبره هو الأهم باتيك من الفننات والأعلميين مؤخرا مين برأيك قدر يحافظ على الستايل ومين تراجع بالستايل طبعه أو بالطريقة اللي عم بيقدم فيه نفسه حلا رح قلك عن أعلميتين ما بيشبهوا بعد وانا بيهجبني الستايل طبعه بحب كتير كارلة حداد بحب كتير كمان الكنتنت اللي بتقدمه عني ديلي بيسس يعني شفناها بكتير أصلا ستريت ستايل وبحب العفوية اللي عنديها يعني مش كله فوتو شوت ومزبط وكتير ناتشورل حتى ببرنامجها الجديد هلأ عم نشوف أدي فيه كتير روكي روكي فيه فخامة بالأطلالات وبحب كمان رابع الزيات وتنيناتون ما بيشبهوا بعد إذا لحظت يعني إن كان رابعة وإن كان كارلة رابعة بتروح أكتر على الفورمل لأنه برامجة تطلب ودايما كمان أليجانت وحتى عندها إيدنتي بشكله بطول شعره بالميك أب اللي بتعمله وما بيشبهوا بعد وتنيناتون ناشحين تنيناتون حلوين نوجه لهم تحية تنيناتون بطيك فيه سورفس جديد عم سمع عنه هو الرفرش يوركلوزت يلي سيقدر فيه انساعد تساعد الشخص كيف ينظم اللي غزينة تابعه ويستفيد من القطع الموجودة عنده نعم هيدا سورفس من السورفس يلي بتقدمه انا كخبير مظهر ويمش كونسلتنت تحب كثير ان السيدة لا تفرد بالقطع الموجودة عنده مارينا يعني مش كل شي برنا نتخلص منه وفي موتا بترجع دائما يعني رح عطيك اكسامل البايات هلأ دارج بشكل كتير كبير أو سيكونز أو كل شي عم بيبرو أو كل شي عم بيلمع لمع كثير من السيدات بمرحلة من المراحل خلص مننا كببوا الغراد أو عطيوهم لناس هلأ يعني رجعت الموضة رجعت الموضة بقوة مش حتى بالأوت كوتور صارت قبل كانت موجودة بس بالرادة توار هلأ عم نشوفها بأمشات الأوت كوتور ما بابزا عم تلاحظة حتى عند أهم المصممين مثل إليساب ومثل زهار ومرحلة من المراحل كانت السيدة تقول انه أنا ما بل بصبيات هيدا اتس فاري تشيب مش نهيك عم بيقلك في كتير قصص بالماتيري اللي حتى تغيرت وتقدمت وصورنا عم نشوفها بكترة هلأ تتعامل رفرش لأور كلوزت يجب تتعامل فرز لقطعيك وأكيد دفنتلي إذا القطع مرتبة بجود كونديشن بتخليها عندك وهون دور الامج كونسلتنت أنه كيف ينظم لها إياهم والأهم من هيك أنه نفس القطع فيك تحاولها تكون بالنهار مش البايات عم نحكي نعم أصص الكلاسي يعني أهم شيء لبلايزرز إكزاك لا يمكننا أن نفرد فيهن ما فينا إذا صدل شيء صغير أو انتزعت نكبه في كتير أصص فينا نعملها بالبلايزرز ونضيفها عليها أصص وطع أد آنز كنت كتير مشهور بهذا الشيء صح وكتير ساعتني كتير مطارح أيضا كننزيد أصص على البلايزر أو جهر نحولها من كلاسيك لا تنضبس على أي إذن طبعا وضروري السيدة أهم شيء يكون موجود عندها عدد معين من البلايزرز وكل الألوان لأنه بفيدها بالبزنس ميتينج بفيدها بالنهار وكما فيها تلبسها بالنهار تلبسها بالليل مع بعض التعديلات نعم أيضا للشوز والباكز طبعا أنا عم بحكي الأفر بارت لأنه دائما السيدة بيكون عندها بانس مثلا كل الألوان بس وين بتعطلها مهي أكتر شيء السيدة التغيير دائما بيكون من الأبر بارت أكتر الأوقات مضبوط معك باتريك هل في موضة لفساطين الأعراض خبرنا يعني في كتير مشاهدي من فكروا أنه الموضة بس تنطبع على الرادي تووير أو على الهوكتور ومنها لفساطين الأعراض أكيد في موضة يعني هلأ في رجعة للمرميد في رجعة لفساطين الدرجة بالعشرينات القاتس بي ستايل في رجعة لالجلوفز عم نشوف كتير عم بيجعي يدرجوا الكفاظات حتى بال عم نشوف على الهوى بعض الصور اللي حضرت لنا ياهم باتريك بتشرح فيهم وهون عم نشوف الفيري تيل درس مع الغلوفز الغلوفز بيعطوا جلمور وبيعطوا كتير أليجنز بنفس الوقت وبنفس الوقت إذا السيدة عندها ترهل باقي دائما ما بباقي الغلوفز بيجوا بطريقة حلوة وبنفس الوقت ما بيكونوا كمام لفوق للكتاف تايعطوا ستيل شوي مدامش لا أبيعطوا شوي الهوليوود الغلوفز إذا بديك الالد هوليوود اللي كان نشوفه عند نشوم هوليوود مثل مارلين مورو مثل أودري هاببرن اللي كانوا دائما على ريد كاربت يكون في غلوفز وبطريقة كتير حلوة في راجع على الليس كمان الليس النشف يعني اللي هو نشوفه 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 البطنك دائما عم بيكون دارج دائما دائما نشوفه نفس الموديل بس معمود على ديتاتشبل سكرت مع فستان دايق وشوفه كل الشغل عم بيكون بالدونتال مع الديتاتشبل سكرت والكورسير شو حلوة كمان الكورسير درس بشكل كتير كبير دارج بشكل كتير كبير دارج حتى بفساطين الأعراض حتى بفساطين الأعراض وبيعطي شيبي كتير حلوة للسيدة وبيعمل لها انهانسمنت للخسر و أهم شي سيدة يبين خسرة يعني وقتا يكون عندها فستان اي لاين أو فيري تيل دغري بروح العتنشن على الخسر مشان هيك الكورساج كتير مهم بالفستان حتى كخياطة لو ما بيان إذا أنا عمل من جوا بلت إن من جوا بيخصور المرأة بشكل كتير حلو يعني حتى اللي عندها شوية ممكن بطن بيقدر يعمل لها شايبينج بيعمل لها بادي شايبينج كتير حلو نعم إذا بعد منشوف بعض الصور كما تخبرنا عننا بدي بس تقلي بمشيت هون هون عمشوف كمان دونتال بلا لمعة وعم نشوف الكورسير درس هو ذاته اللي شفنا قبل بس بلا التنورة في كتير سيدات أو فتيات ما بيحبوا الاكسرافاجند لوك بأرسون فيها تروح على هذا سيدات أكثر ايه وفيها حتى ما تروح للطرحة إذا هي ما بتحب نعم وإذا عندها معزيم كتير وحب تكون هيك مميزة فيها تفوت بالدي تاتشو بلس كورد بعدين تشيلها لما عبدأتوا روس اكزاكلا من الفستان اللي شفنا قبل صح صح بدول انه هون الفستان عم نشوفون أغلبيتهم من المصمم لبنيز زهار امراد زهار امراد كمان في رجع على البلين يعني الرازمير ستان رازمير التفتا هاو دول اللي قمشات اللي بيكونوا منسميهم نواشف وبلين نعم وفيهم شوية لمعة خفيفة اي بيكون في شوية لمعة بس هون في خطورة لأن الفستان السمبل بدأتكون خياطته الفينيسيون بدأتكون برفت برفت بدأتكون ما شوية في لأننا شوية صح وعم نحكي عن فستان سمبل ما في تطريز ما في شك ما في ستونز مشان هيكي بدأتكون الخياطة فرم اول انجلز يعني كيف ما شافوا العروس بدأتكون الفستان برفي يعني نعم حتى لاحظت في الفلاورز على اللي سيلي شفناهن قبل كمانا كمانا مشات الفلاور راجعين مارينا وأنت كمان خبيرة بهيدا المجال لأنو أنت لما تعمل كولكشن كمان عم بالدخلة وأنت تميزت بالكاجول يعني مارينا كيف فاشن بس بطلب منك تعملين كولكشن للشباب هيدا دايما 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 بلك ياها بطريك لازم نعمل شي كولابوريشن أنا وانت ونعمل كولابوريشن أنا بتمنى بطريك مؤخرا بطريك مؤخرا بطريك مؤخرا بطريك مؤخرا صار فيه إيفنت بالسعودية شفنا فيه عدة فنانات لبنانيات لبنانيات وكمان من الوطن العربي نعم من الوطن العربي بالسعودية بطريك نشوف بعض اللوكس وبتخبرنا وتعطين نسرق منك كريتيك مع فاتريك يلا لأنك تنقض الموضة هنا أمشوف فاليري أبو شهرة الميين هوست اللي أطلت علينا بفستان جولد وكان فيه خطوط وكان إذا بدك هذا بنسميه بانو كرسمة نعم أنا لقيته شوي أوفر عليها لفاليري أبو شهرة بحب شوفها بالأسس النعمة مش بالبانو ومش بهالقدة كون فيه رسمات عليها خاصة أن فاليري صحيح جسمها خلو صحيح هي كانت أكس مس لبانون نعم ولكن نعمتها دائما بارزة لما تلبش فيه كتير شك بيكلها وما بيكون ماتشنج مع شخصيتها وهذا الفستان ضروري يكون على حدا أطول بعد يعني الأمرأة الشوي بتيت ما فيها تروح على على هذا النوع من الإمشات بيكون كتير تقيل عليها هافي عليها هوني عم شوفها الموضل طالع أجمل بكتير نعم نعم معطيات بين أطول صح هوني عم شوف الفرق يعني طبعا هوني عم شوف النجمة أصالة اللي دائما بتصير الجدل مارينا بكل أطلالاته مؤخرا كمان طبعا وأكيد الفيسلفت اللي عملته اللي هو أنا بعتبره ناجح جدا كتير كتير ولكن هالأطلالة اجت غير موفقة بهذا الإفنت لأنه أصالا ما بيلبق لها العجقة كل شيء منيمل كل شيء بسيط بيلبق أكتر لإله وللشخصيته وللشخصيته وللأصص الواسعة مع الأكسسوريز لكتيري دفنت لي ما بتلبق لأصالة نعم وكمان الشعر كان أوفر نعم 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 كان كتير أوفر الشغل الوحيد اللي ممكن أعطيه كردد عليها هو بالفعل وجهة والميك أب اللي عملته ولكن أنا دائما دائما أصر على أصالة دائما لون واحد فكرة وحدة ويكون أخذ لشكل جسمه ما تروح على الأصص الواسعة عم نشوفها متغير كتير بسطيل حتى اللبس مؤثرة اي حتى بسعودي ايدل في كان عند أطلالات موفقة بس الأكترية كانوا مش موفقين يعني أحلام بمحلة من المحلات تفوقت علي بالأطلالات بالأطلالات صح هون عم نشوف النجمة نوالي الكويتية اللي كمان للأسف يعني بإفنت صوت الوطن وحتى بتريو نايت ما كانت خيارات موفقة وعم نشوف لأ خلينا على نوال ونرجع منشوف كير حدا عم نشوف كمان كمية الريش اللي على الإيد كتير وطلالة شوي اطلالة رمضانية هيدا كنت بتركها لشيء أكتر رمضاني تستفيد منه إنما لأن تكون واقفة على مسرح بهذا الفستان خاصة الديزاين المعمول والأصات المعمول في صورة تانية ما بعضها وصلتهم مبيّن الغلط طبعا بروفيل بس الشغلة الوحيدة الحلوة بهذا الدرس ولونه الكورل بالبقدة لأنا والكويتية لأنه سحنته ولون بشرته سامرة حتى الهوان بدي نذكر بما أنه شفنا الريش أنه الريش بطريك كتير عم نشوفه صح بس لليس ما يكون كتير مارينا لأنه عم شوف في ديزاينز ما بتعففت فرقه بين إنه إذا سيدة فايتة ولا 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 دانسر ولا تجاجة عم بتفوت لأنه كثرة الريش كمان فيه خات بسيط بين الألغانس وبين أنه نحن ما عم نعمل هون سامبا أو صلصة شو بدنا نعرف نفرق مشان هيك الريش بدي يكون كتير يعني على طريقة زهار وإليه أنا دايماً أصر على زهار وإليه لأنه بقدموننا القصص بطريقة معتدلة وبطريقة حلوة بري كلاسي صح بعثي حدا من الفنانات ايه في كتير عم نشوف شمس الغنية نجوة كرم اللي ما بعرف شو عم بصير معا ريسنتلي دايماً في قصص كبيرة عم بتكون عليها إن كان ربن إن كان وردة طالعة حتى درجة اللون الدهبة هون كتير قوية عليها وإنها جميلة ومسكر كله والربن هافي 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 عليها على جسمها وهي بوتيت صحيحة شكل جسمها كتير حلو ولكن اختيار اللي أماشي كان كتير غير موفق وبلس هذه درجة الدهبة ما حلوة لنجوة كرم أبداً 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 بس طبعاً هي جسمة كتير حلو ما فينا ننكر ولكن هالأسس الكبيرة اللي عم تحطها على الفساطين أو اللي عم بحطولها إياها عم ترجي شوية أفر وكتير إكزاجاري لجسمها على نجوة وفيه فسطان تاني ما بعرف إذا موجود الفيديو هلأ من نحكي عنه بعد شوية لأنه أطلت هي ب يعني على الراد كاربت وصلت بفسطان نيون أخضر نيون مع سيلفر من فوق ورجع تغنيت بغير فسطان نعم بما أننا نحكي عن القصص الدرجة كألوان باتيك خبرنا شو الألوان الدرجة بالصيف نعم للموسم اللي جاي ونشوف هون هون نشوف نجوة كرم وشي لحظة معي السكورت مبهبط عليها واسع عليها بوقت تلبس الصور فوتوشوب كان جاي أحلى وحلق ما بنكر أنه القص عليها حلوة من فوق كيف رسمين التنورة مع الأبر بارت فاصلين بس هيدا الفاصل ما بيطلع خلوه لما بيكون جسم صغير ما في كتبق يعني هيدا فصان بدو حدا حدا طويل وكمان بدو تربط شعر كلمان نقش على هاي نك لأنه طويل شعر مع بلنك بلنك من فوق مع ماشي من تحت بعدين لون النيون بالشتة ما انه كتير محبز النيون للصيف معروفة هيدا يعني لون القوي والنيون هيدا منتركو للصيف يعني للأصفر من روح أكتر للماسترد يعني انت برأيك للشتوية فيها تروح على اللون الأخطر يعني هيدا شوية إطلالة صفية بعدين أنا شابس الغينجوة كرم ما بحب لما بيسكروا له كتير هلأ بعرف أن هي موجودة بالسعودية ولكن فيها عدة طرق ويكون فيه فينك يكون مفتوح عليها بشكل محتشم وبليء بوجوده وشفناها أصلا بعدة إطلالات بالسعودية وكان فينك وكان اللي بقلا أكتر مسكر من فوق ومسكر من تحت ما بيلبقلا لأنا شو نعم أوكي بالنسبة للألوان نشوف بعض الصور حضرت لنا أنت صور تقدر تخبرنا شوية عن الألوان درجة لهيدا سنة شفت كتير أنا أنك حاطة تفساتين فيها اللون الأخضر اللايم والأخضر يعني بكل بساطة إذا أريد أن أشبه الألوان الدرجة بلون الحامض لما تشتري أنت كيلو حامض هذا الكيلو الآن شوفي بهذا موجود عندي كل تدرجات اللايم من الأخضر للأصفر للبيستاش نفس الشيء مثل الوقت أن أشتري حامض يكون فيه واحدة مستوية ضربة على صفار ووحدة فيها خضار نعم هذه التدرجات كلها بقوة درجة بقوة بقوة بصيفية ما نتقبلها بالوينتر وإذا تقبلناها بالشيطة بدأتكون على كاجول ليس على قوت كوتور ليس على مناسبة نعم ما نقول ضمن الأطلالات شوية الدرجة من مستوى شوفي هون هذا الأخضر شوية الميل على أمرالد مع المسطل كمان درجة يعني مختلفة نعم كم تدرجات من اللون الأخضر عم تكون كمان درجة هنا كمان عم نشوف اللون عم نشوف البوتنك كتير دراماتيك مع تقوة وهو نعم نشوف الأخضر الأمراض الكلاسيك وكمان هون رحنا للأصفر كمان الأصفر كتير دارج هذا معنى أنه غير ألوان مش دارجة لا طبعا بس أنه اللي أكثر له زهور يعني أمسنا شوف هذا اللون مع التفتا أداخله البيستاش كمان البيستاش والأندرتون فيه وكانوا يالوك صح 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 نعم باتريك لكل المشاهدين أكيد بيعرفوا أنه حضرتك أيضا سينجر صح وهمني بدي إقلك مبروك على الفيديو كليب الأخي اللي هو من إخراجك وكان الغني كتير حبيناه أيضا هلا لنشوفه بآخر اللقاء باتريك شو بتحبت قبل من ننهي بالغنيينة طبعاك شو بتحب توجه كلمة أو نصيحة للسيداتي اللي عم بي نصيحة لكل سيدة أنه تكون تشتغل على حالة ودايما تقدم تكون هي أفضل منها ما تعمل شخصية حدا تاني تشوف شو عندها وعلى هذا الأساس تشتغل وبالأخير كمان يعني قلبنا مع كل أهالة ضحايا بالزلزال الأخير اللي صار بدي وجه لهم تحية وبدي أقول إن شاء الله يا رب الناس اللي تحت الأنقاض بسرعة وإن شاء الله كل حدا يسمعنا قادر يساعد لو بصلاة لو بمبلغ لو ما حيالة جمعية يعني الله يصبرون إن كان في سوريا وإن كان بتركيا طبعا وهنا بدنا نشكر ربنا أنه عن جد يعني نحن بها يعني ما رأنا بكتير قصة صعبة بلبنان يعني مليح اللي إجت خفيفة علينا صح وما بقى نحمل يعني صار إذا تولع صوت الرعد بتلاقي العالم بخافه لعني صرنا تروماتايز بالعالم العربي أجمع وخاصة لبنان وصوريا باتريك لننهيب مع الغنية تبعك بس بدت تقولي بس شو كانت الأصداق على هالفيديو كليف أصداق أكتر من رائعة خاصة أنه الكليف مليان ألوان ومهيمن عليه لون الأورنج والأجواء الصحراء وبلس إنه قدمت شي جديد وخاصة بالتوزيع الغنائية وترفق مع الإخراج الفن باتريك شاكوبا سراحة أنا حضرته أكتر من مرة شكرا لك يعني حبيت اللوكات حبيت طريقة أدائق حبيت الفكرة والأخرار هنا بدأ أتمني لك كل الساكسس ولأليك أنا كمان بدأ قلليك كمان مبروك على الساكمنت تبعيك ومبروك كمان مارينا كيلا يلي ما بيعرف يعني البراند تبعيك كسرت دنة بلبنان وعني دائما عم تعمل قصص حلوة بعيدا عن الكل وضمن الكاجوال نحن نحتاجه أكتر من الأبياء وأكتر من الأوت كوتور يعني نحن بحاجة أن يكون في عنا ناس مثلك عم بيصنعوا براند لبنانية ويطلقوها من لبنان للخارج نعم وليبنان أيضا طبعا من لبنان أكيد باتريك بدأت شكراك كل الساكسس شكرا لك نحن 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 لك نديرك بحيدة ما نبكى عليك لا أظهر لا ما يملى عركو في زين دي 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 هالسنة دي وو دي دي وو دي 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 هالسنة دي دي عبد القادر 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 بوع المدق الحال عليا دهوية حالية بوع دي سيدير وفحلية و من ديرك بعيدة ما نبكى عليك من ديرك بعيدة ما نبكى عليك لا أظهر لا ما يملى عركو في زين دي 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 هالسنة دي وو دي دي و دي 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 حسنة دي ياله قصد الوصف سيدي سيدي عبد الرحمن دير بجهودك و تعزم وانت راشل القيم, خديمك دير مزيار وانت راشل القيم, خديمك دير مزيار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة